حادث جديد من الحوادث المتكررة للتوك توك في شوارع مصر اتنين ستات ماشيين في امان الله في شرع الرمسيس بمدينة ايتي البرود في محافظة البحيرة وفجأة انحرف توك توك مصر عن ناحيتهم وصدمهم واسقطهم ارضا السيدتين الحمد لله بخير واحدة منهم قامت بعد مواعد على طول والتانية اتعرضت لاصابات خفيفة وهي الان في منزلها لكن الغريب كان رد فعل سائق التوك توك اللي صدمهم واللي كان اول حاجة فكر يعملها هو انه يعدل التوك توك بتاعه ويلم الحاجات اللي وقعت منه وما فكرش انه هو يروح يطمن على السيدتين اللي صدمهم وده كان سبب فيه ردود افعال غاضبة تجاهه عقب تداول المقطع الشرطة استطاعت تحديد هوية سائق التوك توك وقامت بضبطه والسيدتين وهم بالمناسبة شقيقتين قالوا انهم ما قدروش يقدمهم بلاغ بعد وقوع الحادث عشان انشغلوا في علاج واحدة منهم شارع رمسيس اللي وقع فيه الحادث هو واحد من الشوارع الحيوية في مدينة ايتي البرود والسير فيه في الاتجاهين ولو بصينا على المقطع اللاقي توك توكين ماشيين بمحاذاة بعض واحد منهم قافل المكان المفروض انه مخصص للسيارات القادمة من الاتجاه المقابل ولما اتفاجئ بوجود سيارة قدامه اضطر التوك توك انه ينحرف بشكل مباغت عشان يتفادى الاستضام بيها وكان طبعا فيه طريق السيدتين فصدمهم واسقطهم ارض عدد كبير من اهالي المدينة طلبوا بتقنين اوضاع التكاتك وتقليل اعدادها نظرا لان اعدادها زادت بدرجة كبيرة وبقت لا تتناسب مع القدرة الاستعابية لشوارع المدينة وفقا لوزارة التنمية المحلية بلغ عدد التكاتك المرخصة في مصر حتى عام الفين وعشرين متين خمسة وخمسين الف مركبة توك توك ولكن تشير التقديرات غير الرسمية ان عدد التكاتك وصل الى ثلاثة ملايين توك توك تسير في شوارع مصر الحكومة وضعت خطة للتعامل مع التكاتك من خلال برنامجين البرنامج الاول يعتمد على تقديم تسيرات ومميزات لتشجيع اصحاب التكاتك على ترخصها وتقنين اوضحها اما البرنامج الثاني فيعتمد على احلال مركبات التوك توك بالسيارات صغيرة مينيفان تعتمد في تشغيلها على الغاز الطبيعي ضمن مبادرة السيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر